تشاهدون في هذا الفيديو مثال على حفظ الزخم الخطي تتزلج هذه الفتاة على الجليد وبيدها كرة أثناء التزلج ألقت الكرة نحو اليمين بخط مستقيم هكذا بسرعة متجهة مقدارها 35 متر في الثانية إذا علمتم أن كتلة الكرة 0.15 كيلو جرام وكتلة الفتاة مع الكرة 50 كيلو جرام ما السرعة المتجهة لارتداد الفتاة إلى الخلف عند إلقائها الكرة إلى الأمام يشبه هذا ما يحدث عند إطلاق قذيفة من مدفع حيث يرتد المدفع إلى الخلف بسبب مبدأ خفض الزخم الخطي فبعض الزخم يدفع القذيفة نحو الأمام بسرعة كبيرة والجزء الآخر يدفع المدفع نحو الخلف بسرعة متجهة معينة بتطبيق مبدأ خفض الزخم الخطي على هذه المسألة يصبح لديكم الزخم الابتدائي ويرمز له بPi يساوي الزخم النهائي ويرمز له بPf الزخم الابتدائي يساوي كتلة الفتاة والكرة معاً 50 كيلو جرام في السرعة المتجهة لهما وتساوي صفر أي أن الزخم الابتدائي يساوي صفر ويساوي الزخم النهائي الذي يساوي زخم الكرة أي كتلة الكرة صفر فاصل خمسة عشر كيلو جرام في السرعة المتجهة للكرة خمسة وثلاثون متر في الثانية زائد زخم الفتاة ويساوي كتلة الفتاة خمسون كيلو جرام ناقص صفر فاصل خمسة عشر ويساوي تسعة وأربعون فاصل خمسة وثمانون كيلو جرام في السرعة المتجهة لارتداد الفتاة إلى الخلف V باستخدام الآلة الحاسبة صفر فاصل خمسة عشر في خمسة وثلاثون يساوي خمسة فاصل خمسة وعشرون إذن يساوي خمسة فاصل خمسة وعشرون زائد تسعة وأربعون فاصل خمسة وثمانون في السرعة المتجهة للفتاة ويساوي الزخم الابتدائي صفر بطرحي خمسة فاصل خمسة وعشرون من الطرفين سالب 5.25 يساوي 49.85 في السرعة المتجهة للفتاة لاحظوا بما أن زخم الكرة 5.25 والزخم النهائي يساوي 0 فهذا يعني أن زخم الفتاة يجب أن يساوي زخم الكرة ولكن في الاتجاه المعاكس لهذا فإن زخم الفتاة سالب 5.25 لحساب السرعة اقسم الطرفين على 49.85 السرعة المتجهة للفتاة تساوي باستخدام الآلة الحاسبة سالب 5.25 تقسيم 49.85 يساوي سالب 0.105 هذه السرعة تساوي سالب 0.105 متر في الثانية أو 10 سنتيمترات ونصف في الثانية ويعني هذا أن الفتاة عندما ألقت الكرة بسرعة مقدارها 35 متر في الثانية ارتدت إلى الخلف حوالي 10 سنتيمترات في ثانية واحدة يشبه هذا ما يحدث عند إطلاق الصواريخ فالصاروخ ينفث مادة كتلتها أقل بسرعة كبيرة فيندفع في الاتجاه الآخر هذا من التطبيقات العملية على مبدأ حفظ الزخم الخطي ترجمة نانسي قنقر